كثير يا دكتور بيحصل مشاكل وفيه أسباب كثير ممكن تعمل كسر العظام حد بيلعب كورة حد تخبط حد سوقع يعني فيه مشاكل كثير أو حوادث كثير ممكن تحصل لأي حد فينا بتعمل كسر العظام لكن عايزين نعرف يا دكتور إيه هي أنواع الكسور النفسة بصي بصورة عامة إحنا ممكن نقسم الكسور بتاعة العظام لنوعين فيه نوع بنسميه كسر مرضي pathological fracture يعني إيه يعني إيه كسر مرضي يعني مش كسر مثلا ناتج عن إني تخبطت أو عربية خبطتني أو قعت أو 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 لا ده أنا كنت ماشي طبيعي وفجأة كده لقيت عظمة طقت وده وارد يحصل آه وارد يحصل إن كان مش شائع لكن هو وارد وبنشوفه وده عادة بيكون حصل نتيجة إنه عندي مشكلة في العظم أصلا يعني مثلا فيه ناس عندها كيس سست كيس في العظم ده بيبقى نقطة ضعف وفيه ناس مثلا بيبقى عندها أورام الورم للأسف بياكل العظم بيضعفه وفي الحالة دي بيبقى الكسر دوت بنسميه كسر مرضي كسر ما كانش المفروض إنه هو يحصل المريض كان ماشي عادي خالص والكيس دوت حصل إنه طق فالمريض يفاجأ إنه مع حاجة بسيطة جدا مع حركة بسيطة جدا مع حركة عادية خالص حصله الكسر ده والكيس ده دكتور بيكون موجود في مكان ما في العظم هو ده اللي بيضعف العظم يعني إن مكان الكيس نفسه هو اللي بيحصل فيه الكسر بالزبط في النقطة دي بيكسر فأين كان بقى نوع الكيس دوت أو أين كان عندي ورم في العظم أو يعني فيه ناس بيبقى عندها أورام في حتة أخرى للأسف انتشرت للعظام وصلتها بياكل العظم بيخليه ضعيف تمام وده بنسميه pathological fracture أو كسر مرضي الكسر ده بيبقى ناتج مش مشكلة عظم ده من مشكلة أخرى غير النوع الشائع بقى خالص بقى بتاعنا بتاع الكسور بتاعنا وقعت وحصل كسر أو حصل حدثة عربية أو إصابة من يعني مشجرة أو بنشوف كل الكلام دوت بيأنتج عنها كسور وده مش بتبقى كسر مرضي ده بيبقى العظم بتاعنا اتعرض لطاقة جامدة أي أن كان مصدر الطاقة إيه بقى أنا وقعت مثلا على إيدي وبالتالي كل الطاقة ووزن جسمي بقى متركز مثلا على كوعي فأنا وقعت على كوعي دوت أو أنا كنت في عربية وعربية خبطتنا تاني وانا جوا العربية فالطاقة بتاعت العربية جسمي امتص الطاقة ديت فراحت للعظم فنتج عنها الكسر نفس المبدأ لو أنا بعدي الشارع بعد شر وعربية خبطت حد كل الطاقة بتروح على العظم بيأنتج عنها الكسر في الحالات دي بنقول آه طبيعي أن المريض دي كسر لكن إمت بنشك أنه في كسر مرضي من الهيستوري من التاريخ المرضي بتاع المريض يعني بنسأل أول حاجة المريض اللي عنده الكسر إيه اللي حصل لو قال لي عربية خبطتني وقعت من على السلم الكعبلت نزلت على السلالم رجلي لفت تحتي في حفرة فنزلت بوزني الكسرت كل ده مقبول لكن أوقات يجي مريض يقول لي وانا ماشي عادي رجلي طقت وعمل أشعة ألاقي كسر أقول له لأ هنا بقى وارد أن يكون دوت كسر مرضي ومطلوب أدور أي سبب الكسر ده عشان أعلجه صحة يعني يا دكتور هنعتبر أنواع الكسور هي أسبابها يعني كل واحد عنده مشكلة مثلا زي ما حضرتك ذكرت ده ممكن يكون نوع وفي نفس الوقت سبب للكسر بالضبط كده لأن أنا كان عندي مثلا ورم في عظم أو عندي ورم منتشر واصل للعظم نتج عنه الكسر هشاشة العظام يا دكتور دخل معنا من ضمن الأسباب اللي ممكن تأدي الكسر في العظم طبعا هو الفكرة بساطة لها شاشة بتزود الاحتمال أن الإصابة ينتج عنها كسر بصوا أنا عظمي عنده احتياطي عنده ريزيرف الاحتياطي ده يقدر يستحمل قد كم معين من الطاقة جاي عليه من الفورس اللي جاي عليه في السن الصغير أنا عظمي جامد وعظمي قوي وبالتالي في السن الصغير عشان نشوف كسر بنشوفه دايما في إصابات عنيفة في حاجة اسمها هاي انرجي يعني طاقة عالية يعني كان بيعدي شارع وجهات عربية خبطته صدمة جامدة للعظمي صدمة جامدة للعظمي وعلى العكس منه بقى في السن الكبير في السن الكبير نتيجة الهشاشة اللي بنتكلم عنها طبعا عظمي بقى أضعف الواقعة البسيطة اللي ما تكسرش واحد سنه صغير بينتج عنها في السن الكبير كسر لأن عظمه بقى ضعيف طب هل يا دكتور أنا كأم مساء وعندي ولادي لسه صغيرين في حاجات معينة أقدر أغذيهم بيها أكتر عشان أقوي عدمهم ولادي بتبقى ملهاش علاقة وبعد السن معين هيحصل الهشاشة أو لقدر الله طبعا الأمراض دي ملهاش علاقة يعني بتغذية أو لا هو الهشاشة احنا بنتكلم على مرض في حاجة في سن كبير يعني هو عمزي شعر الأبيض يعني بزرعة بتيجي للسيدات بعد انقطاع الدورة وده نتيجة نقص هرمون الاستروجين اللي هو كان بيحافظ على جودة وكفاءة وكثافة العظام نتيجة انه هو بيقل انا عظمي بيبقى أضعف ففكرة انه التغذية في سن صغير هتأثر على دوت لا بصراحة مش هيدي اللي هتأثر لكن التغذية عشان تحافظ على جودة عظم الأطفال عما تنضى مطلوب ده لازم يتعمل